اشتركوا في القناة ويزيد قد انقضت على خير وتمت فيها العديد من الانجازات والكثير من الانجازات التي كنا نطمح دائما وكنا نكتبها في برنامجنا الانتخابي والحمد لله قد وفقنا الى حد كبير في تحقيق تلك المكاسب وتلك الانجازات معاني النقيب تزملت مع سعدتك وكنت عبارة عن تلميذ عضو مجلس نقابة جينة ولوكسور البحر الأحمر الفرعية عن الشباب سنة 2001 عندما كنت سعدتك نقيب محمين مصر اول دورة وحتى اليوم نحن معك منذ ان عملنا بالعمل النقابي وكنت القدوة لنا جميعا وكننا دائما ما نعتبر نفسنا أننا نقتدي بك وأننا نقتفي أصرك دائما في العمل النقابي وكننا دائما ما نراك أنك رمزا لنا جميعا وفعلا هذه الحالة التي نحن نشعر بها وتلك المدة التي قضيناها كان الحب يسبق كل شيء كنا نحب سعدتك حبا شديدا يسبق كل شيء حتى أننا كنا نستطيع أن نرضى بجميع القرارات التي كنت تنتوي إصدارها من خلال حبنا لك معالي النقيب بالنسبة للزملاء الأفاضل الفترة القادمة تم فتح بباب الترشيح وسيكون هناك انتخابات وسيكون هناك جلسات وسيكون هناك تربطات وسيكون هناك لا 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 وسيكون هناك العديد من الأحاديث مجموعات مع بعض فأنا ببرئ النقيب من الآن وأطلب منكم جميعا أن تتعاملوا على أن النقيب ليس له قائمة من خلاف نحن جميعا مرشحين نحن جميعا مرشحين لسيادة النقيب وليس له قائمة بعينها وكل الزملاء المتقدمين هو بعيد عن أي اختيارات وأنا واحد من الناس أقول أن أي أحد يشيع أن هناك قوائم بتجرأ فهذا كلام عالي من الصحة وما هي إلا إرهاصات واتفاقات ليست افتفاقات حقيقية وكلام ليس نهائي نحن جميعا إن شاء الله سنبقى مرشحين وحنبقى معنا فريق آخر فريق آخر فريق آخر ينفسنا وينوئنا فلابد أن ننظر إلى أننا نحن جميعا مجموعة واحدة ومن يتقدم مننا إن شاء الله يكون يحالفه الحظ ونكون جميعا قد نجحنا في انتخابات 2020 بعون الله شكرا معا للنقيب اشتركوا في القناة